تحياتي و أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 فيديو تيجيكم مني أنا محمد عوال كل يوم ثلاثة عبر قناة سيفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى كلنا بنحكي عن بعض ما بنحب الإعلانات الإعلانات كثيرة على هذا الفيديو مش عجبتني الإعلانات لكن بنفس الوقت جميعنا لما يجي إعلان حلو منوقف منشوفه بنحكي عنه وبنتناقش فيه مع أصحابنا الشركات التجارية بتعرف هذا الشي وعشان هيك لما تقرر تستثمر فلوس كثير بإعلان بنتعملوا بأحسن شكل ممكن والشركات أيضا اكتشفت أنه لاعبين كورت القدم تأثيرهم كبير في الإعلانات بالتسويق بالمبيعات لأنه منحبهم ومنوثق فيهم ومنشوف فيهم أبطال في الشاشات اللي بنحضر عليها مباريات كورت القدم وعشان هيك الشركات لما تروح تجيب نجم كبير في كورت القدم تتعب كثير على الإعلان اللي بتشتغلوا معه عشان بدها تكون ضامنة أنه النتائج تعوضها عن الفلوس اللي دفعتها اليوم بتوب 5 هنحكي عن أقوى خمس إعلانات من وحي كورت القدم وبالتأكيد ما رح أقدر أدخل كل إعلانات نايكي المميزة من هلأ بقولكم نايكي لسنوات طويلة كانت مركزة بإعلانات من مستوى آخر وبالتالي لو أخذت التوب 5 بمنطق طبيعي ومحايد على الأغلب حيطلع أربعة من خمسة من نايكي يعني مش هتشوفه إعلان نايكي الشهير في المطار ولا إعلان نايكي أيضا تارونالديني وضربة العارضة ولا إعلان نجوم كورت القدم بيلعبوا ضد فريق النينجا هنختار منهم إعلانات أكيد لكن لازم أقلص عشان نحكي عن إعلانات أخرى من جهات ثانية حتى ما يكون مجرد توب 5 من نايكي خلين ندخل برقم خمسة اتخيلوا بإبي المدافع البرتغالي الشهير مع ريال مدريد في الماضي وبورتو حاليا القوي الصلب اللي ما بيخاف واللي بيخوف فعلا هذا المدافع قدرة شركة أمبرو اتحولوا بإعلان كوميدي جميل جدا عبارة عن شخص حزين تعيس لأنه البوت اللي طالبه مش عم بيوصل هديته اللي بيستناها مش عم توصل كل شوي بتوصل هدية ثانية فيزداد حزنا ثم بيأدي حذاء رياضي من نوع أمبرو بنبسط فيه بتتحول حياته مختلفة لا إنسان سعيد وما بيخلع أبدا هذا الحذاء بطريقة كوميدي جميلة حولوا ببي لممثل كوميدي بيسبح فيه بينام فيه وبيصحى وبيعمل كل شي بحياته وهو رافضي خلع هذا الحذاء الرياضي اللي وصله فعليا إعلان قوته اللي بدخلته معنا إنهم قدروا يورونا وجه كوميدي من مدافع كان الجميع إيخافي يواجه ننتقل إلى رقم أربعة وينرستيز الفائز يبقى واحد من أذكى الإعلانات اللي قدمتها نايكي على الإطلاق إعلان بضيع ما بتعرف شو بتحضر في البداية بعدين بتدرك القصة وجمالها وكأنه لاعبين شباب بيلعبوا ببعض لما يرتدوا حذاء نايكي كثير بصيروا يتخيلوا إنهم لاعبين محترفين واحد بشوف حلو نيمار والثاني زلتان والثالث بيرلو وهناك من بيشوف نفسه كريستيانو رونالدو هاي الأسماء كلها كانت في ذلك الإعلان إعلان قصته حلوة فكرته حلوة عن رغبة الشباب يصيروا مثل هدول النجوم بيشوفهم بكتر قدم عن شعورهم لما يرتدوا حذاء رياضي زي اللي برتدوا وقدش بتخيلوا نفسهم إنهم صاروا مثلهم إعلان جميل بنحضر قصة كاملة من أولة لآخرها تفاصيلها رائعة جدا إعلان جاء ضمن حملة كانت مشهورة لنايكي في تلك الفترة اسمها راهن بكل شيء أو خاطر بكل شيء وبإنه تيجي هذه الفكرة إنه راهن بكل شيء وعيش حلمك وكون النجم اللي بدك إياه ننتقل لرقم ثلاث إعلان أنا بعتبره واحد من أذكال إعلانات التجارية اللي عملت حول كرت القدم الويس سواريز بفترة من الفترات كان يتهم في الدور الإنجليزي إنه بمثل كثير وكان يتهم إنه ألاني لكن كان معروف إنه تنافسي ومتعدد المراكز كان له صفات سيئة وصفات إيجابية شركة دفعات إلكترونية في الأرقوي اسمها أبي تاب قررت تعمل إعلان دكي وقالت إحنا إعلاننا بسيط جدا إنه وظفنا الويس سواريز بشركتنا والإعلان قلب كوميديا الويس سواريز لأنه تنافسي بمنع سميله اللي جنبه يكبس على الكيبورد ويعمل شغله فهو دائما بيحاول يغلبه ولأنه بمثل زميل إله لمسه وألقى نفسه على طول والسواريز مطالب بخطأ على زميله وبنفس الوقت ورجل التنافسي هدى فقالناس متعدد المراكز فشغلوه في كثير مناصب بالشركة فكرة جميلة حلوة جدا جاءت فيها الشركة الأرقويانية شخصية سواريز ده وكان موظف كيف حتكون فكان إعلان من أنجح الإعلانات اللي حولت حتى الصفة السلبية لفكرة تجارية ونروح على إعلان رقم اثنين إعلان عمل ضجة وقصص وكتبنا عنه مواضيع مستحيل أنسى أيام ما كنت أيامها موقع سوبر كل يوم ماذا يعني وليش وشو بده صير إعلان سامسونج غالاكسي 2011 جزء كرة القدم سامسونج كانت داخل إعلانيا بشكل قوي جدا في تلك الفترة بدأت تحط راسها براس آيفون فكانت عارف أنها لازم تدفع كثير بالتسويق زي ما سنفعت قبل ما كنتش كثير بتسويق تليفونها في الماضي فجاءت بفكرة الأرض ستتعرض لغزو فضائي لاعبين جايين بالفضاء بلعبوا كرة قدم حنلعبوا حم مباراة يا حنغلبهم يا حيغلبونا لو غلبونا أخذوا الأرض فقررت سامسونج تجمع أفضل فريق كرة قدم على وجه الأرض بذلك الفريق كان كابتن وليونيل ميسي كان بصفوفه وين روني كريستيانو رونالدو شعراوي من إيطاليا ماريو جودزي النجم بذلك الوقت من ألمانيا كازيس من إسبانيا أوسكر النجم الصاعد أنا ذاك من البرازيل ولي من الصين فالكاو من كولومبيا فكتور موسيس من نيجيريا لي تشونج يونج من كوريا دونوفان من أمريكا وأيضا جابوا لاعب من روسيا اللي هو أليكساندر كيرجاكوف والمدرب مين كان في فرانس بكينباور إعلان استمر ثلاث شهور لأنه كل أسبوع كنا نعرف لاعب جديد بفريق المسي الناس بلشت تنسج خرفات وخيالات صار يقول لك حيعملوا 11 لاعب ويلعبوهم ضد الكمبيوتر بطريقة معينة وأفكار غريبة خلت إعلان غالكسي من أنجح الإعلانات في كورة القدم لأنه تكلمنا عنه سنين طويلة وفعليا مواضيع كثير انكتبت تخيلات انكتبت طلعت فكرة شو لو لعب فريق مسي ضد فريق رونالدو بكورة القدم صار تطلع كثير أفكار نجوم أمريكا الشمالية أو الجنوبية ضد نجوم أوروبا وقصص أخرى أعلنها وأثارها هذا الإعلان الذكي من سامسونج اللي جمعه في لاعبين من كافة بقع الأرض ليحموا الأرض تحت رعاية تكنولوجيا سامسونج لكس 11 اللي كانت وقتها تروج بإنها التكنولوجيا الأفضل في الموبايلات وأعتقد جميع من شاهدوا الإعلان اللي بدي أحكي عنه أجمعوا أنه أفضل إعلان من وحي كورة القدم في التاريخ نايكي تكتب المستقبل كانت فكرة عبقرينة وحي كأس العالم 2010 فكرة أنه هاللاعبين اللي حيلعبوا كأس العالم كيف هيكتبوا المستقبل شو هيصير رونالدو لما يجيب كأس العالم بمنوله تمثال وأيضا وين روني مسيرته كانت فكرة جميلة لو نجح أو فشل لو فشل بالمونديال حينعزل ويعيش بالأرياف ويربي لحيته ويعيش خلص حياته منعزل لوحده أو لو نجح هيصير رئيس وزعيم وكبير وبيلعب تنس مع فدرر وبيهزم وتنس طاولة طبعا مش تنس أرضي وكانت في أفكار مختلفة لكل لاعب رونالدينيو بإحدى رقصاته العالم بيصير يرقصها كأنها رقصة وكأنها علامة تجارية والكل عم بيحاول يرقص مثل رونالدينيو إعلان فيه كثير نجوم كرة قدم أساسا بيطلع فيه براينت بيطلع فيه فدرر وحتى بيطلع فيه سيمسون وبواجه كريستانو رونالدو إعلان كانت نايكي تحاول تفكر فيه إنها تشوف ديصير في المستقبل بس كانت الرسالة اللي بتحاول توصلها إنه كل لحظة كل لمسة كل هدف كل نتيجة في كأس العالم ممكن ترسم مستقبل بلد ممكن ترسم ابتسام ببلد ممكن تقلق تريند جديد وممكن تأثر بأسعار أسهم واقتصاد وطن هذه كانت الفكرة العبقرية بذلك الإعلان الجميل جدا من نايكي اللي رسمت فيه المستقبل وكانت ذكية جدا فيه عشان هيك هي معنا في توب فايف برقم واحد أنا حكيت اللي عندي دوركم الآن تحكوا لي شو توب فايف تعونكم من إعلانات كورت القدم أكيد ما رح نتفق هذه هي فكرة الإعلانات إنه أنا عندي وجهة نظر وأنتم عندكم وجهة نظر لكن الأكيد أيضا إنه كثير جعل في التاريخ إعلانات رائعة تاريخية من وحي كورت القدم نصل هون لنهاية حقق التوب فايف أذكركم تتركوا لايك وأنا محمد عواد موجود في فيسبوك وتويتر الإنستغرام والسلام عليكم ورحمة الله